بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأحباء أهلا بحركوا فيديو قديم الفيديو اللي عارضه لحضراتكم الوقت فيديو أنا شايف أنه هو من أجمل الفيديوهات اللي ممكن نشوفها في حياتنا لأن أبطال الفيديو ده كائنات غير عقلة مش بشر يعني أبطال هذا الفيديو هم قطة وغراب يعني طائر وحيوان طائر وحيوان غير عقلان يعني ما عندهوش تفكير ما بيفكروش ما بيعملوش حاجة بناء على تخطيط مسبق أو كده بيعملوا أي حاجة وفقا لفطرتهم التي فطرهما الله عليها أي كائن غير الإنسان والإنسان أيضا فيه تصرفات كثيرة ولكن بتكلم عن الحيوانات والطير لما بيعملوا أي تصرف بيعملوا وفقا للفطرة اللي ربنا فطروا عليه فأي تصرف بيبدر من هذا الكائن الغير عاقل اللي زي ما قلت الحركة في هذا الفيديو عبارة عن غراب وقطة يبقى التصرف ده تصرف فطري بحت وبتوجيه طبعا 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 حرفيا من المولى عز وجل لأن زي ما قلت دي حيوانات أو يعني أشكال من الحياة غير عاقلة غير عاقلة لا تعي ما عندهمش تخطيط مسبق والكلام ده كله فلما يعملوا التصرف اللي نشوفه في هذا الفيديو يبقى أكيد دي إرادة الله عز وجل إرادة الخالق العظيم ولا نملك أمام هذا التصرف إلا اللي احنا نقول سبحان الله وسبحان الخالق العظيم القطة والغراب عملوا زي ما أنا قلت رغم اختلاف الأماكن هم في مكانين مختلفين ورغم اختلاف الكائنات نفسها قطة وغراب يعني طائر وحيوان ولكنهم اتفقوا على أن يقوب بنفس الفعل مكانين مختلفين كائنين مختلفين ولكن الفعل واحد الفعل واحد حرفيا نشوف كلا مع بعض نزيل الفيديو العقري وعشان نقول كلنا مع بعض في أثناء مشاهدته سبحان الله ونرجع عشان نكمل مع بعض سريع زي ما حدقكم شايفين ده الغرابة هو وده عالم إسرائيل شايفين الغراب بيعمل يا جماعة الغراب مصر على إسقاط العالم الغراب مصر على إسقاط العالم بكل ما تحمل الكلمة طبعا في خلفية الجماعة طبعا اللي هم عاديين في المكان ده بيتكلموا بالعبر يعني وزعليني ولكن شايفين الغراب هيفضل لغاية لما يسقط العالم اهو ده تصرف اهو ما اعتقدش أنه تتصرف كائن مدرب يعني وبعد كده نيجي للقطة القطة هي بتعمل نفس التصرف اهي التصرفة القطة وجاريت وبعد كده نجع التاني دي لو مدربة ما كانتش عاملت كده هتفضل ورا العالم إلى أن تسقطه أرضا هي الأخرى هتشوفوا الوقت شوفوا لازم العالم يقع لازم يقع يا سبحان الله يا سبحان الله شوفنا مع بعض هذا الفيديو وأكيد كلكم يعني أنا متأكد قلته زي ما أنا قلت كده سبحان الله لا نملك غير اللي احنا نقول سبحان الله إن هذه الكائنات هذه الكائنات رفضة وجود هذا الكيان زيهم زي البشر زيهم زي البشر سبحان الله طبعا حد بمكن يقول لي دون مدربين انت مش عارف انا اقول له لو انت بتقول لهم مدربين كيف يمكن تدريب يعني طائر او قطة على ان هما يأتوا هذا الفعل ازاي الحد يقول لي حد يقول لي او يأتي بإثبات ان هما مدربين على فعل زي ده يعني بالعكس ده اللي كان واقف المفروض الشخص اللي كان العالم الاسرائيلي موجود والغراب بيحاور ان هو يعني يقطعه كان بمنفعل وكان بيزعق ويالكلام ده كله والقطة لو كانت مدربة القطة زي ما احنا شوفنا نتشت العالم مجرت ورجعت تنشره تاني معنا كده انا بتقوم بتصرف فطري وسبحان الله لا نملك غير اللي احنا نقول يا جماعنا ده توجيه من المولى عز وجل طبعا الحاجات دي منكر البعض يقول لي انت بتظن ظن مش حقيقي لان انا عارف ان منكر الامر ده يتبادر انا شفت المشهد ان ده مشهد عقري بترتيب المولى عز وجل انا شفته كده ممكن الناس تشوفوا كده ممكن الناس تشوفوا ان هو مشهد عادي وطبيعي ووارد ان ده يحصل وحد تاني يشوفوا زي ما انا قلت ان ده مدبر او ان ده مفبرك او الكلام ده كله ولكن انا شايف المشهد مشهد حقيقي مليون في المية وشايف ان التصرفات التي اتها الغراب او التصرف اللي اتها الغراب واتته القطة تصرفات حقيقية مليون في المية وان كل ده بترتيب من المولى عز وجل زي كل شؤون حياتنا ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بعض الكائنات تتصرف تصرفات معينة لارسال رسائل دي نحن من خلال هذه التصرفات احنا شفنا يعني كائنات غير البشر تأتي افعال يعني نفس البشر يعملوها البشر نفسهم نفسهم يعملوها والبشر عملوها قبل كده كمان فكون ان كائنات غير عاقلة تعمل كده انها تروح على علم الكيان الاسرائيلي وتبدأ انها تقطع فيه بالطريقة اللي احنا شفناها ده اكيد قولا واحدا دي ترتيبات المولى عز وجل ودي توجيهات او اوامر كده من المولى عز وجل لديه الكائنات انا شايف كده انا شايف الامر كده زي ما انا قلت اكيد فيه ناس هتتطفق وناس هتختلف معايا ولكن انا شايف المشهد عقري احنا شفنا الغراب وهو مصر على انه يقطع العلم وشفنا القطة وهي مصر انها تقطع العلم انها توقعه مش تقطعه انها يعني تتمزقه لا توقع العلم و بالفعل نجح كلاهما الغراب والقطة في انه هما يوقعوا العلم زي ما انا قلت ممكن حتى يشوف المشهد ده مشهد عادي ممكن حتى يشوف المشهد ده بالوغيد ولكن انا شايف المشهد ده مشهد عقري زي ما قلت من ابداع المولى عز وجل إبداع المولى عز وجل إن حتى الحيوانات والطيور لا تطيق وجودهم وإن الحيوانات والطيور الحيوانات والطيور وعلى مدار التاريخ حتى على مدار التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي كمان كانوا بيدوا نمازج للبشر نمازج للبشر زي ما شفنا الغراب اللي حفر اللي حفر عشان خاطر قبيل يعرف يدفن أخوه هبيل عشان يعرف قبيل يدفن أخوه بعد ما قتله لوما أبناء سيدنا آدم والغراب هو كان محتار بعد ما قتل أخوه يعمل إيه قصة طبعا الشهيرة اللي حرفكم عارفينها إيه المفروض أنه الغراب جيه وحفر عشان خاطر يعلمه إزاي يدفن أخوه وجاب غراب تاني ميت وخطه وردم عليه فعلمه الغراب فدي أهو حتى نفس الكائن اللي مزء العلم الإسرائيلي هو نفس الكائن اللي علم أبناء سيدنا آدم كيف يقوم الأخ بدافن أخيه فيعني المشهد فعلا مشهد أنا شايف أنه هو مشهد عبقاري مشهد جميل مشهد يدل على إبداع الخالق عز وجل وأن كل المخلوقات طبعا وده شيء إحنا مؤمنين به مش بحتاجين نأكد عليه ولكن بنأكد عليه اللي مش مؤمن بكده أن كل المخلوقات بتأتمر بأمر المولى عز وجل طب إيه اللي عرف الغراب والقطة إن ده عالم كيان غاصب ومحتل ورايحين يعملوا كده ويتصور المشهد وينتشر انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا فيبقى يعني مشهد رائع أمام العالم العالم كله يتفرج عليه ويشوفه ككائنات غير عاقلة بتتصرف هذه التصرفات اللي البشر نفسهم بيعملوها ويتمنوها فحبيت أني أنا شارك بس مع حضراتكم هذا المشهد وتقولولي برضو في التعليقات انتو شايفين المشهد ده زي ما أنا شايفه إن ده طبعا ده إبداع من المولى عز وجل ورسائل من المولى كافة مخلوقات اللي هم يتصرفوا طبعا وفقا لما شئته ودي أمر طبعا مش بحتاجين نتكلم فيه ولا ده مشهد عادي ولا ده مشهد قابل وعبيط ولا ده مشهد يعني ده حيوانات مدربة وإن الكلام ده كله ولا ده مشهد فيك من الأساس حركوا تقولولي في التعليقات انتو شايفين هذا المشهد إزاي أنا شخصيا زي ما أنا قلت شايفين ده ترتيبات من المولى عز وجل وقلت سبحان الله سبحان الله فعلا إن حيوانات غير عاقلة وطيور غير عاقلة ذهبت إلى عالم المحتل لتفعل به هذا الأمر وتفعل به هذا الشيء وتعبر تعبر وتدي سبحان الله رسالة يعني إن البشر نفسهم نفسهم يعمل كده فالحيوانات والطيور أيضا تريد أن تفعل هذا الأمر زيهم زي البشر فيا ريت حركوا تقشوني في الموضوع ده أنا شايف موضوع بسيط عشان كده مش عارسة طول في الفيديو أكتر من كده ولكن بس حبيت أشارك مع حضراتكم هذه اللقطات الجميلة وشوفنا يعني لقطات عبقرية أنا شايف زي ما قلت دي لقطات عبقرية عشان بس معيتش الكلام برة تانية ياريت حركوا تردوا علي على الأسئلة اللي أنا سألتها أنتم شايفين هذا المشهد العبقري إزاي هشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته